كما كان متوقعاً الصادر عنه عام 2014 وكان فريق الخبراء الدوليين التابع للجنة العقوبات قد ضمن في تقرير له نشير في فبراير من العام الحالي اسم خالد علي عبدالله صالح لأول مرة استناداً إلى تحقيقات أجراها الفريق حول الشبكات المالية التي يديرها أفراد محددون وتبين أن خالد اطلع بدور مهم في إدارة الأصول المالية بالنيابة عن شخصين أدرجة في قائمة العقوبات هما والده وأخوه أحمد الفريق رصد تحويلات مشبوهة مرتبطة باسمه لمبالغ مالية ضخمة خلال الفترة من 2014 وحتى 2016 ضالعة فيها ستة شركات وخمسة مصارف خمسة بلدان وهي تحويلات تندرج حتماً خارج الممارسات العادية لإدارة الأموال التي يقوم بها الأشخاص الذين يمتلكون ثروات طائلة بحسب التقرير التقرير ذاته كشف عن أسماء شركات تابعة للمخلوع صالح مسجلة في الخارج وتوكيلات بالتصرف لصالح نجله خالي بتواريخ لاحقة لإدراجه في قائمة العقوبات الإجراء في أبعاده السياسية يشير إلى الصعوبات الجملة التي تعترض طريق المخلوع صالح ومحاولاته اليائسة لاستعادة السلطة وتحبط الترتيبات التي تطلع فيها دول إقليمية لإعادة تمكين المخلوع صالح كجزء من مخطط الثورة المضادة في المنطقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر